موسيقى يعاني لواء الهاشمية في الزرقاء من انتشار عدد كبير من المصانع فيه منها الثقيلة أو الخفيفة بما في ذلك مصفات البترول الأردنية ومحطة تنقية الخربة السمراء وغيرها من عناصر التلوثة التي غالبا ما تغطي سماءها بالدخان الأسود وتفرش ترابها بمخلفاتها وتدفع بالعدد الكبير من قاطني الهاشمية إلى الزيارة المستمرة للمستشفيات والمراكز الصحية نتابع معا التقرير التالي من الزرقاء موسيقى يبلغ مؤشر التلوث البيئي في الزرقاء وفقا للدراسات ما نسبته 75% من معدلات التلوث بالمملكة ويعود الارتفاع الكبير في نسبة التلوث إلى وجود منشآت صناعية كبيرة مثل مصفات البترول ومحطة الحسين الحرارية ومحطة تنقية الخربة السمراء إضافة إلى عوادم السيارات بحيث يعتبر لواء الهاشمية الأكثر تلوثا بملوثات الهواء المنبعثة من المصفات وهذه المصانع من حيث انبعات الثاني أكسيد الكبريت والهيدروجين وأول أكسيد الكربون نحن كنا نعاني أول من نصفات البترول وكنا نعاني من المحطة الحرارية الآن صار عندنا محطة توليد كهرباء ثنتين عندنا مصنع حديد يعني انبعاث غازات لا تصدق ولا تصورها عقل وخاطبنا الجهات الرسمية وخاطبنا الجمعية البيئة ووزارة البيئة نفعلها حيات المتنادي حتى الشركات غير متعاونة حتى يعني على مستوى تقديم دعم للأهالي والمتضررين ما فيه نهائيا التلوث ليس دخانا في الهواء يترك رائحة كريهة فقط بل حالة صحية واقتصادية وأذى على أكثر من صعيد فهذه المشكلة تحتاج إلى حل جذري لأن تشخيصها والحديث عنها وصل إلى مرحلة الإشباع إضافة إلى مطالب الأهالي المتكررة في إيجاد حل ينقذ أبناء اللواء خاصة أن العديد من الناس قد أصيبوا باختناقات أكدتها تقارير طبية أن مصدرها التلوث الناتج عن المصفى والمحطات المحاذية للبلدة عانينا تقريبا قبل أربع أشهر بحالة انخناقات حصلنا على تقارير طبية كنا بصدد رفع دعوة قضائية على شركة المصفى لكن للآن لم نجد أي محامي يترافع عنه في هذه القضية نحن نطالب الآن جميع المصانع في لواء الهاشمية بالالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية لأنها إذا التزمت فعلا في هذه المعايير نحن نكون بأفضل حال ما زلنا من ثلاثين عاما نتحدث عنها وعن مأساتها وصعوبتها في لواء الهاشمية والتي تتعرض في الشركات الكبرى التي تراعي أدنى درجات البيئة هذا يعمل جو حامض سيء جدا نكتشفه بالذات مع الغسيل لما تتركه ويعمل أرطوبي خلال اليوم لواء الهاشمية والذي يبلغ عدد سكانه نحو تسعون ألف مواطن من أكثر المناطق تضررا بيئيا بالمملكة التتجاوز فيه نسبة التلوث كافة المعايير الدولية والمحلية لتبقى منطقة الهاشمية أمام مأساة صامتة وكارثة بيئية وصحية تتحرك ببطء وتنترد من يخرجها من شبح التلوث الذي يحاصرها من كل حدب وصوب منذ أعوام عديدة لبرنامج من نوفينا محمد أبو علوان